موسيقى اهلا بكم قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي ان ميزانية بلاده ستسجل عجزا قدره نحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة يأتي هذا وسط خسارة تجاوزت 150 مليار دولار سجلتها اسواق المال الخليجية على خلفية تهاوي اسعار النفط العالمية نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين ما حدود التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي يمكن ان يحدثها تهاوي اسعار النفط على دول المنطقة وما الاجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء التأثيرات السلبية للتراجع الراهن في اسعار النفط في غدوني نحو ستة اشهر فقط خسر النفط حوالي 50% من قيمته في الاسواق العالمية من دون ان يبدو في الافق ما يشير الى ان هذا التراجع يمكن ان يكون في طريقه الى الانحسار على العكس من ذلك ترجح اغلب التوقعات استمرار التراجع ليفتح الباب بموازاة ذلك لمحاولات استقصاء ما يمكن ان ينتج عنه من تداعيات على حياة الناس في الدول المنتجة للنفط وفي قلبها دول الخليج العربية بالتزامن مع تواصل انهيار اسعار النفط العالمية تتهاوى القيم السوقية للبرصات الخليجية بنحو 150 مليار دولار وذلك منذ نهاية اكتوبر خسرت اسواق المال الخليجية في هذه الفترة الوجيزة كل ما جنته من ارباح طوال العام الحالي فاتورة متوقعة تسددها اسواق الخليج المالية بوصفها صاحبة الحصة الكبرى في صادرات النفط العالمية فالانخفاض المتواصل لأسعار النفط هبط لما دون الستين دولارا للبرميل منذ اواخر يونيو حزيران الماضي محققا نسبة تراجع هي الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات نزيف اقتصادي يسببه الانخفاض الحاد لأسعار النفط التي فقدت نحو نصف قيمتها في نصف عام فقط عبدالله البدري الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط قال في مؤتمر صحفي صباح الاحد ان عوامل العرض والطلب لا تبرر انهيار اسعار النفط على هذا النحو المزعج وجه المسؤول النفطي اصابع الاتهام الى دخول المضاربات السوقية على الخط كما رجح ان يكون لارتفاع معدلات انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا علاقة محدودة بازمة الاسعار الراهدة لكن اطرافا من خارج اوبيك تتهم المنظمة بالضلوع في الازمة بعد قرارها اواخر نوفمبر الماضي الابقاء على سقف انتاجها دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا ايا تكون اسباب الازمة فاسعار النفط مرشحة لمزيد من الهبوط وفق اقتصاديين يحذرون من نتائج كارثية لو انخفضت دون حاجز 50 دولارا للبرميل الواحد يستبعد هؤلاء تضرر الاقتصادات الخارجية الكبرى بصورة مباشرة بالنظر لما راكمته هذه الدول من احتياطيات مالية كبيرة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط قبل الازمة الحالية رغم ذلك قال رئيس لجنة الميزانيات بمجلس الامة الكويتي صباح الاحد ان ميزانية بلاده ستسجل عجزا يتجاوز 9 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2015-2016 هذا في حال اكتفاء برميل النفط بالهبوط فقط الى 60 دولارا تدهور اسعار النفط وخسائر اسواق المال الخليجية انعكست على البرصة المصرية التي خسرت في تداولات الاحد ايضا اكثر من 20 مليار جنيه اي ما يناهز 3 مليارات دولار وهي الخسارة الافدح للبرصة المصرية في يوم واحد منذ ثورة يناير 2011 ترد خسائر البرصة المصرية لمخاوف المستثمرين من تراجع المساعدات والاستثمارات الخليجية لمصر في ظل تراجع اسعار النفط معنا في هذه الحلقة من الكويت الخبير الاقتصادي ناصر انفيسي ومن لندن الدكتور مصطفى البازر كان المستشار في اسواق الطاقة والمال اهلا بضيفينا نبدأ بضيفنا من الكويت سيد انفيسي اي ضرر يمكن ان يلحق بالضبط دول المنطقة جراء هذا الانخفاض في اسعار النفط طبعا الاضرار هي متشعبة وكثيرة وجسيمة للأسف الشديد كون اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية وايضا حتى ايران تعتمد بشكل جذري على النفط وتصدير النفط في بعض الدول مثل الكويت على تمويل ميزانية الدولة من النفط بنسبة 90% فلا شك ان انخفاض اسعار النفط طبعا بافتراض استمراره لفترة طويلة نسبيا سيغير من خريطة المنطقة الاقتصادية واولوياتها وربما يكون لذلك تداعيات سياسية مستقبلا نعم قبل الوصول الى التداعيات السياسية الان هناك نوع من الهلع في البورصات العربية وخاصة الخليجية دكتور بازرغان هناك تقديرات تقول بان اغلب القطاعات التي ستتأثر حتما هي مشاريع البنية التحتية وكذلك مشاريع القطاع الخاص هل هذا دقيق؟ انا لا اعتقد ان هذا مبالغ فيه استخدمتم كلمة الهلع قد يكون الهلع بين المستثمرين في البورصات الان وصل الى البورصات الخليجية ولكن هذا الهلع كان منذ بداية هذا العام في البورصات العالمية لم تشهد هكذا تراجع البورصات الخليجية صحيح الان بدأت هذه التراجعات وسببت هذه المخاوف من المستثمرين ولكن دعني اوضح انه مسألة البنى التحتية هذه برامج بعيدة المدى نحن نتكلم الآن عن اسابيع واشهر لهذا الانهيار في اسعار النفط هذا الانهيار الذي لا تتوضح اسبابه الحقيقية لماذا؟ لانه نحن الآن في فسط الشتاء المفروض انه نصف الكرة الشمالي يحتاج الى النفط ومصادر الطاقة ونرى هذه الانهيارات في الاسعار النقطة الثانية والمهمة دعني اوضح ولا بد ان اخبر المشاهد الكريم انه قبل ثمانية اسابيع استعير ما قاله عضو في لجنة معلومات الطاقة الامريكية قال بالحرف الواحد الظروف الجيوسياسية الموجودة في العالم ومع انقطاعات بعض مصادر النفط النفط الليبي هناك مصادر اخرى تراجعت لو لا النفط الصخري لارتفعت اسعار النفط الى 150 دولار هذه بالضبط كلماته ولذلك ان استعير هذه الكلمات واحاول من خلالها تبيان الاسباب الاسباب الحقيقية هناك اسباب حقيقية ولدت هذا الانهيار في الاسعار الانهيار الذي لا يتعلق بمسألة العرض والطلب ذكرتم في تقريركم انه المضاربون انا اعتقد انه عدم دخول المضاربين الى سوق النفط هو ايضا تسببه في هذا النقطة الثانية المهمة نرى انه كانت هناك حينما ترتفع اسعار النفط كانت هناك تقدم تعاون ومساعدات من منظمة أوبك الى الدول المستهلكة يدخل المنتج المرن اكبر منتج المرن ويحاول جاهدا اعادة الاسعار الى المستويات المقبولة بالنسبة للمنتج والمستهلك نرى الان هذا لم يحصل من جانب الدول المستهلكة كانت الولايات المتحدة تلوح ولا تنفذ تلوح بزيادة او خفض المخزون الاستراتيجي الان الصمت تلوذ به الولايات المتحدة وهكذا سبع عشر دولة من دول وكانت الطاقة دولية اسباب هذا الانخفاض قد تكون معقدة ولكن اذا بقينا في التأثيرات قبل قليل سيد ناصر انفيسي ذكرت بان الامور لها انعكاسات اقتصادية ولها انعكاسات سياسية ما هي بالضبط ما الذي يمكن ان يحدث اقتصاديا وسياسيا طبعا احنا كاقتصاديين كان ودنا ان نركز على الجانب الاقتصادي لكن مجبرين ان ندخل في السياسة لانها يعني الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة طبعا الجميع يكاد يكون هناك جماع ما بين الاقتصاديين على الاستغراب من الهبوط السريع والحاد في اسعار النفط ممكن كان هناك توقعات ان ينخفض لكن وليس بهذه السرعة خلال ثلاثة شهور خمسين في المائة لسلعة استراتيجية عالمية هذا فعلا احدث ارباك كبير وفي نفس الوقت طرح اسئلة مهمة وكبيرة عن الاسباب الحقيقية طبعا نظرية المؤامرة يعني احنا ما نحب نتطرق عليها لكن هي ممكن تفرض نفسها في الوقت الراهن خاصة مع التطورات السياسية والامنية في المنطقة وهذا ما اشار اليها السيد عبدالي البدري لمين العام لمنظمة الاوبك قال بان من يشير الى ان هذا الانخفاض هو لازعاج او مضايقة روسيا وايران بالدرجة الاساسية هذا كلام لا صحة له هل تعتقد فعلا ان الامور بهذا الشكل طبعا هذه وجهة نظره يعني هو يعني منصب حساس مسؤول عن منظمة اوبك يعني لا بد ان يعني يراعي الحساسيات الدول الاعضاء لكن يعني هناك مبررات اقتصادية هناك ارتفاع في المعروب هناك حرب اسعار معلنة ما بين المنتجين وواضحة ما بين السعودية والكويت والامارات بتخفيض اسعار النفط عن مستويات القياسية 3 الى 5 دولار حتى يضمنون اسواقهم ولو باسعار متذنية هذه من ناحية لكن من ناحية موضوع التطورات الامنية والسياسية في المنطقة ما ممكن استبعادها من يعني معطيات اسعار النفط ومتغيراتها مع ذلك عبدالله البدري قال بالضبط دول الخليج ليست في خطر دكتور بازركان هل تعتقد بان هذا الانخفاض ما سيحدثه من الارتباك بالطبع هناك دول لديها وفرة مالية حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمي أساسا السعودية الكويت قطر الإمارات ولكن هناك دول ليست لديها نفس الوفرة ولا تستطيع أن تصمد حسب نفس التحليل أساسا عمان والبحرين هل تعتقد بأن بين دول المنطقة هناك متضرر أكبر من متضررين آخرين أنا أعتقد أن هناك متضررون كافة الدول تضررت بهذا الانحدار والانهيار الأسعار ولكن دعني أوضح أن هناك صراع إرادات هذه الدول الخليجية لديها إرادة من أجل الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية ذكر الأخ الدكتور أن هناك بعض الدول تبيع من أجل الحفاظ على حصتها ولذلك تبيع بأسعار منخفضة دعني أوضح وليس هناك سرا هناك بعض التقارير تؤكد أنه ما يطلق عليه المغزون العائم الإيراني العائم هو الذي أيضا أحدث هذا الانهيار من خلال هناك عقوبات فرضت على إيران كانت إيران تحاول بيع المغزون العائم بأسعار مخفضة جدا أيضا هذا أحد العوامل دعني أعود إلى سؤالك أنا أعتقد أنه الدول النفطية تتأثر ولكن مقاررة بتأثرها هذه العملية عملية انهيار الأسعار هي عملية ليس لجس نبض أو لفترة قصيرة هي عملية استراتيجية هناك في الأفق جهود لخلق نظام نفط عالمي جديد هذه إحدى معالمه هناك جهود من جانب الدول المنتجة للنفط الحفاظ على حصتها لماذا؟ لأن هذه الحصة إن تراجعت سيكون هناك من يحصل على هذه الحصة وهذه هي أولى خطوات النظام النفط العالمي الجديد إن لو فرضنا جدل أنه منظمة أوبوك وافقت على خفض حصتها سيكون هناك جولة أخرى في الصيف القادم كيف سيكون هناك رد الفعل حينما نكون في فصل الصيف الحاجة للنفط تتراجع وسيكون هناك إطلاق لأكثر من مليونين برميل وهو إنتاج النفط الإيراني حين ترفع العقوبات أنا أعتقد هناك صراع عرادات لا بد من التمسك بموقف موحد من أجل فرض موقف استراتيجي صحيح هناك خسائر هناك خسائر في الأسواق المالية هناك عجوزات ستتحقق في الزرارة الدول الخريجية ولكن على المدى البعيد نعم بعد ذلك هذه الخسائر أشار قبل قليل سيد نفيسي إلى انعكاسات سياسية دعني أعود إليه لأن الحقيقة لم يشفي غليلي في الحديث عن التداعيات السياسية هل تقصد بذلك بأن دول الخليج العربية أساسا دول ريعية المواطن فيها يعيش نوعا من الرفاهية هل تعتقد بأن هذه الدول ستتأثر ميزانيتها بما ينعكس على مستوى الرفاهية التي تعود عليها المواطن وبالتالي قد يجد هذا المواطن نفسه في وضع غير مريح في علاقته مع السلطة طبعا هذا يعني حقيقة يعني واضحة يعني من أسباب الاستقرار السياسي والأمني في دول مجلس التعاون الخليجي هي الثروة النفطية وانعكاسها بالفوائب المالية التي يعني نوعا ما سيطرت على التوجهات الردكالية في الإقليم لكن إذا الوفرة النفطية انحسرت وتعرفون على سبيل المثال أنا في الكويت هناك نواية لرفع الدعم عن الديزل في أول العام يعني بقى أسبوعين وأيضا عن الكروسين ويتكلمون جديا عن استهلاك الكهرباء والماء وعن وقود المركبات طبعا ويتكلمون أيضا أن دولة الرفاه انتهت بصريح العبارة هذه الحكومة طبعا هذه يعني إذا كانت مبررة فمرحبة ويعني يجب أن نقبل بها لكن إذا هناك عبث في موارد الدولة وهذه المشكلة يتحملها المواطن لا شك أنها ستخلق نوع من البلبلة وربما عدم الاستقرار السياسي لهذا سيد نفيسي نريد أن نعرف بعد الفاصل ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها لاحتوى التأثيرات السلبية لتهاوي أسعار النفط على دول المنطقة لنعودها نرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلتم معنا في هذه الحلقة من موراء الخبر والتي نتناول فيها تهاوي أسعار النفط وتأثير ذلك اقتصاديا وسياسيا على دول المنطقة هنا في الشرق الأوسط دكتور بازرغان ما العمل الآن لمحاولة تطويق التأثيرات السلبية لتهاوي أسعار النفط أشكرك على هذا السؤال طبعا محاولات تطويق هذه التراجع وتراجع مدخلات الدول ليس النفطية فقط وإنما كافة الدول العربية هناك طلبات من صندوق النقد والبنك الدولي هذه طلبات من أجل أنه تسير هذه الدول مع منظومة تجارية الدولية لا بد من إنهاء الدعم الحكومي سواء لمنتجات البترول سواء حتى المستوردات من طريق الحكومة أنا أعتقد أنه دول الرعيع وما يسمى البحبوحة الاقتصادية لا بد أن يعاد النظر بها هذه قد تكون رب ضارة نافعة هذا الضغط بالنسبة إلى إسعار النفط قد يتوجه وتأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات دولة نفطية ولكن موارد النفط تمثل 40% من ناتج المحلي الإجمالي هناك موارد أخرى من قطاعات أخرى قد يكون هذا هو سبب تنويع الاقتصادي بالنسبة إلى اقتصاديات الدول الخليجية ودون النفطية وحتى الدول العربية الأخرى المستهلكة للنفط النقطة الثانية والمهمة لا بد من الأخذ بالاعتبار أنه في أي دولة في العالم لا بد أن المواطن يتحمل جزء من المسؤولية أو ما تتعرض له ميزانية الدولة من ضغط ومن فترة ممكن تكون مؤقتة أنا أعتقد أنه لا ضرر أنه يكون المواطن هو يتحمل هذه المسؤولية في هذا الوقت بالذات خاصة عندما نرى أنه هذه العملية هي من أجل الحفاظ على مورد اقتصادي استراتيجي وبعيد المدى نعم قبل قليل سيد انفيسي كنت تشير إلى ما بدأ يروج في الكويت الآن لتلافي هذا النقص وأكيد الكويت لن تكون الوحيدة في هذا الأمر هل تعتقد بأن ضرورة فرض ضرائب جديدة أو خفض الاستهلاك في الميزانيات أو محاولة تخفيف الدلع عن صح التعبير دلع المواطن الخليجي الذي في بعض الدول لا يدفع فاتورة الماء ولا الكهرباء ولا التليفونات المكالمات الداخلية هذه مساء قد تتم مراجعتها الآن طبعا بس يا ريت احنا مثل ما نتكلم عن السلبيات نود أن لا نقلق المشاهدين ومواطنين دول مجلس التعاون إذا سمحت لي أذكر بسرعة إيجابيات انخفاض أسعار النفط رقم واحد تحفيز النمو في الدول الصناعية مما يرفع أسعار النفط مستقبلا اثنين إضعاف منافسة النفط الصخري وهو المنافس المتوقع للنفط التقليدي التي تنتجه دول منطقة إضعاف منافسة الطاقة البديلة سواء كانت النووية أو الشمسية أو الوقود البيئي ومعلى ذلك أربعة إضعاف منافسة النفط مرتفع التكلفة حيث تتمتع دول الخليج بنفط منخفض التكلفة أما موضوع سؤالك المهم الذي تفضلت فيه طبعا ترشيد الانفاق موضوع مهم ومطلوب وملح وحتى في الوفرة النفطية يجب أن لا تكون هناك ردود فعل هذه استراتيجية مفروضة ماشية عليها الدولة وهي معلنتها لكن للأسف هو حبر على ورق يعني لا بد أن يكون هناك ترشيد سواء في فوائب أو في عجوزات لأن الهدر في الموارد هذا حتى يفسد سلوك الإنسان والمواطن أن يكون غير مبالي فبالتالي نعيش باتكالية غير مقبولة وستدمر أكبر عنصر مهم في الدول وهو العنصر البشري عندما يكون غير مبالي مترف يبذر في الأموال ترعاة دولة من المهد إلى اللحد سيكون غير منتج وبالنهاية سيكون عالة ويكون مصيبة على الدول التي يقضن فيها هو ربما ما يطمئن قليلا دكتور بازرغان أن بعض دول المنطقة قطر على سبيل المثال وربما دول أخرى بالتأكيد عندما تسن ميزانيتها لا تقرأ حساب بقاء أسعار النفط في القمة هي عادة ما تبني ميزانيتها على أسعار منخفضة وأحيانا أقل بكثير فبالتالي هي تتمتع بالوفرة عندما تكون وتتحمل تبعات الانقفاض عندما يحصل هل هذا سيخفف من وطأة ما يحصل؟ بالتأكيد هذا سيخفف كافة الدول الخليجية وضعت ميزانيتها للعام 2014 على أسعار أقل جدا من أسعار مستوات النفط دعني أضع وعطي مثال نقطة المطبة الذي وقعت به روسيا وضعت أسعار نفطها للميزانية العام 2014 115 دولار للعام 2015 وضعتها على 105 دولار ونرى الآن تدنت هذه الأسعار الدول الخليجية أخذت هذه بنظر الاعتبار كانت الأسعار 110 دولار الدول الخليجية وضعت ميزانيتها بين 70 و 75 و 80 دولار ولذلك أنا أعتقد أن هذه الأسعار بهذا المنحدر لن تستمر طويلا هناك ضغط أنا أعتقد الدول الخليجية أخذت باعتبار ولديها مغزون مالي ممكن أنه تدارك به هذه الظروف الغير طبيعية بالنسبة لأسعار النفط وأنا أعتقد أنه هذا الموقف سينعكس إيجابيا على الموقف الاستراتيجي البعيد حينما يتمتع النفط فعلا بأسعاره الحقيقية وحينما ينزح المنافس الكبير لنفط الدول الخليجية ونفط دول أوبك على المجال الأعام سنرى أنه الأسعار ستعاود ستكون متوازنة وستكون عادلة بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء على ذكر الأوبك هناك نقطة نريد أن نفهمها سيد ناصر النفيسي البعض كان يقول لماذا لا تقدم دول الأوبك تقريبا إنتاجها 30 مليون دولار في اليوم نصفه تقريبا من دول الخليج العربية لماذا لا تقدم على خفض الإنتاج وبالتالي تساهم في رفع الأسعار المنظمة في اجتماع الأخير رفضت ذلك هل من تفسير لهذا الإجراء 30 مليون برمين أنا أعتقد نعم أعتقد أن دول أوبك خدت القرار الصحيح بعدم خفض الإنتاج لأن الأوبك الآن ضعفت قوتها ليس لها نفوذ في سوق النفط العالمي إنتاجها هو فقط الثلث الثلثان من دول أخرى فبالتالي مثل ما تفضلت بالتقرير أنه لما تخفض الأوبك روسيا والدول خارج الأوبك ستزيد الإنتاج فما في فايدة أنه تخفض دول الأوبك إنتاجها الآن نرجع قليلا إلى التاريخ كان هناك عام 73 حظر النفطي عن الغرب هذا نوع من الحرب الاقتصادية الآن ما بالإمكان تنفيذ هذا النوع من الحرب لكن ممكن حرب معاكسة وهي إغراق أسواق النفط بالبترول حتى تنخفض وحتى يخرج الخصوم من هذا السوق ويبقى الأقوياء في هذا السوق كلمة أخيرة سيد بازرقان في كلمتين تخفيض الإنتاج ليس هو الحل تخفيض الإنتاج من دول أوبك فقط ليس هو الحل الحل فيه هناك لا بد أن يكون قرار وهذا كان هناك مقترح في قمة العشرين مقترح استرالي وهو الجمع بين منظمة أوبك وكالة الطاقة الدولية واتخاذ قرار جمعي بين هذه المنظمتين من أجل الحفاظ على مسؤولية المنتج والمستهلك ومصالحهم على حد سواء هذا لم يأخذ بالاعتبار أنا أعتقد هذا هو يبقى الحل من أجل التوصل إلى سعر متوازن للحفاظ على مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البازرقان المستشار في أسواق الطاقة والمال كلنا ضيفنا من لندن شكرا أيضا لضيفنا من الكويت الخبير الاقتصادي ناصر أنفيسي بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من موراء الخبر غدا بإذن الله نلتقي في قراءة جديدة لموراء خبر جديد أستوديعكم الله ترجمة نانسي قنقر